5 أشياء فريدة حدثت في الطبيعة لن تصدقها 6 أشياء فريدة حدثت في الطبيعة وهذا ما سأعرضه عليكم اليوم يختلف الكثير من الناس حول فكرة التنويم المغناطيسي وما إذا كان صحيحاً ما شاهد هذا إذا لم تفهم أي شيء هنا ففرة أخرى يبدو أن الدجاجة في حالة من التنويم المغناطيسي بخط مرسوم أمام المنقار يبدو أنها كانت فاقدة للوعي ربما تفكر في ما هي عليه وأنت ربما تفكر في فعل ذلك الآن ولكن يقال أنه إذا قمت بذلك يمكن أن تنام الدجاجة لمدة تصل إلى 30 دقيقة قد يبدو هذا الفيديو مضحكاً ولكنه ليس غريباً على الإطلاق وهذا شائع جداً في الأماكن التي يتم فيها الاحتفال بمهرجان أكتوبر ولكن عندما يحدث في عالم الحيوان فهذا نادر بما فيه الكفاية هنا لدينا حيوان صغير ذهبوا للاحتفال به وانتهى بهم الأمر عالقاً في شجرة واضطروا إلى قطع الشجرة وفي النهاية تمكن من المغادرة دون خج وهرب دون أن يودع أحداً وإذا وصلنا الحديث عن الحيوانات في حالة سكر يمكننا القول أنه يوجد منهم الكثير البعض يأكلون أشياء تجعلهم يشعرون بالذوار قليلاً لكنهم على عكس البشر لا يعرفون ماذا يفعلون فهم يبحثون فقط عن القليل من الطعام وأحياناً يمكن أن ينتهي بهم الأمر بهذا الشكل والتأرجح كما أن هناك من يسرق المشروبات من السائحين وعندما يشربونها يتسبب لهم تأثيرات نادرة جداً لا يزال العلماء لا يفهمونها تختلف ردود أفعال الناس لرؤية ثعبان فمنهم من يجري أو يصرخ أو يقوم بقطع رأسه ليشعر بالهدوء إذا كنت من من يفضلون قطع رغوسهم حتى لا يعضوك دعني أقول لك أنه لا جدوى حتى بعد ذلك حيث يمكنهم استخدام أنيئ بهم وضخ الصم إذا كنت قريباً بما يكفي ليشعروا بك يجب أن تنتبه بشكل كافي أصبح الجمل التالي مقطوع الرأس في الأشهر الأخيرة ذائع الصيد يبدو في الفيديو أنه ليس لديه رأس ولكن في الواقع لقطة الفيديو هذه تساعد كثيراً في كشف الخدع واعتقاد زوار حديقة الحيوان أنه ليس لديه رأس مما لفت انتباه الكثير لكن في الواقع كانت هذه خدعة للجميع هذا كل شيء؟ أتمنى أن يعجبك هذا الفيديو فإذا كان الأمر كذلك فلا تنسى الاشتراك في القناة والإعجاب إذا أعجبك الفيديو لا تنسى لايك والاشتراك بالقناة كما يمكنك تفعيل الجرس بجانب زر الاشتراك كي تكون أول من يتوصل بجديد الفيديو هذا ترجمة نانسي قنقر